ترجمة نانسي قنقر وكم مرة ما اختنعت فيها وتجاوزتها بالعكس فتحت لك أبواب كثيرة ما كنت متوقعها خلف الكلمات هذه قصص كثيرة رح نحكي بعضها اليوم على هذا المسرح وأكيد وراء هذه القصص رسائل لها معنى أكبر لا أثرت فيني في حياتي كانت وانا صغيرة من المرحوم الوالد كان يشتغل في شركة نفطية وكنت مرة شغوفة في عملها وكننا لما نمشي في البرب السيارة ونشوف منصات الحفر من بعيد كان عندي شغف أني أروح وأكتشف هذه الأبار وفي مرة من المرات قلت للوالد إن شاء الله بأشتغل مثلك لما أكبر ورد علي وقال لي الشغل ذال الرجال ما يصلح لكم فعلاً في الفترة هذيك كنا نحن متعودين نشوف البنات تشتغلون في مجال الطاقة كان بالنسبة لنا مجال صعب وقاسي ولا كان حتى تخصصات الهندسة البترولية والهندسة الميكانيكية والكهربائية ما كانت متوفرة للبنات وحتى لما نقرت البعثات هذه التخصصات ما كانت متاحة للطالبات بالتالي مبنى عندي حاجز أكثر أنه فعلاً هذا المجال ما يصلح لنا فرضيت بالأمر الواقع وتخصصت في شيء أقرب ألاوة والكيميا الحمد لله تفوقت فيها وتعينت معيد وكانت بالنسبة لي هذه وظيفة أحلام ليش لأنني بشتغل وبقدر أنك ما تقدرين تكمل لنا الآن لأنه ما عندنا متوفر لا إمكانيات المشرف ولا إمكانيات الفند فأنا كنت في حل أو في موقف من خيارين يا أني أرضخ للأمر الواقع وأنتظر إلى أجل غير مسمى أو أني أفكر بحلول أخرى ولا أخر الوقت استذنت منهم أني أنا أدور على حلول خارج الكلية وفقوا لي قالوا لي ما نتوقع أنك رح تلاقي أتوقع أنه كانت تفكيرا فذاك الوقت محصور على كليات البنات بس لكني كنت أفكر كليات الأولاد فبديت تواصل مع الجامعات أول جامعة تواصلت معاها كانت الجامعة التي أقف فيها الآن جامعة البترول الحمد لله الله وفقني وحصلت على موافقة من أحد الدكاتر الذين كانوا مختصين في التخصص الذي كنت أرغب فيه الكيمياء الكهربائية دكتور عبدالله أبو الكباش طبعاً بعد موافقة الجامعة وكانت الخطة كالتالي طبعاً هي جامعة أولاد أن الكورسات أخذها عن طريق شبكة التلفزيون أتحدث عن سنة 2000 يعني أغلب الموجودين في القاعة كانوا لسه من والده ما كان عندنا تيم ولا زوم ولا كل التطبيقات هذه الخطوة الصعبة كانت كيف سأشتغل الجزء العملي فقررنا أن أتلصص في الليل بعدما يطلعون الأولاد طبعاً بعد تصريح أخذ تصريح من الجامعة وأبدأ أشتغل فيها في الجزء العملي في الجامعة يوم شفنا الوضع صعب ومرهق وافقت الجامعة أن أنقل كل المعدات التي عندي في الجامعة جامعة البنات وكان هذا أكبر دعم قدمته لي جامعة البترول أنا أحباً من هذا المسرح أني أشكر الجامعة شكراً لكم من القلب على الدعم الذي لو لا الله لو لا دعمكم بعد الله كان كنت حبيسة كلمة ما تقدرين تكملين الآن وأنا صراحة ممتنة للكلمة هذه لأنه لو ما قالوا لي لا كان ما حصلت لي فرصة أن رسالة الماجستير تكون تحت هذه الجامعة جامعة البترول كانت حل منها كلنا ولكن للأسف كانت فقط للرجال الآن سقط هذا الحاجز ودخلت البنات معقل للرجال وفتحت الجامعة جامعة البترول هذه المؤسسة الأكاديمية الوطنية العريقة ببانها للبنات بدعم من القيادة وهنا طبعاً لحظة تاريخية أعلن عنها سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان دخول الطالبات وقبولهم في مرحلة البكالوريوس طبعاً من مبدأ الدعم ومن مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ودعم المرأة السعودية لمشاركتها لأخيها الرجل في تلقي العلم وسقل المهارات والنهوض بهذه الجامعة في جميع التخصصات بدون استثناء كان حلم وصار حقيقة وعادة أحلامنا تترجم الحلامنا طبعاً اللي نحققها تكون ترجمة لشغافنا حلمي القديم أني أنا أشتغل في مجال البترول تفعني أني أنا أنتقل في العمل من الحياة الأكاديمية إلى شركة أرامكو عندما نلتحق أحد المواد كنا نستخدمها في مشكلة كانت دائماً تواجهنا لمشكلة خسارة سائل الحفر أثناء الحفر نواجه بعض الأحيان بعض الفجوات تحت الأرض والتشققات ممكن بعض الموجودين معنا أكيد يفهمون هذه المشكلة هذه طبعاً لما نخسر فيها سائل الحفر عملية الحفر لا تستطيع التهم لأن الحفر يجب أن يكون معه سائل على أساس أن يكمل الحفر وإلا سنفقد البير تماماً طبعاً التحدي كان موجود عندي وعشان ما فشل نفسي فقلت أوكي أنا بداوم عادي وأشتغل شغلي روتيني ولأن كيميائية اشتريت كل المواد التي أنا مقتنعة أن إن شاء الله سأطور فيها المادة وبدأت أشتغل في المطبخ في بيتي أطور هذه المادة بعد أن أنوم عياني أبدأ أشتغل استمرت في العمل على هذه المادة تقريباً شهرين لحدة ما خلصتها أخذتها لي الفريق عندنا في العمل طبعاً نتفاجأ ولأنا متوقع أنها نفس المادة المستوردة فطبعاً فرحوا فيها فرح كده شوي يعني خجول فقالوا خلص يعني جربوها في المعمل وهنا طبعاً الحمد لله عطت نتائج مشابهة للمادة التي أساساً مستوردة من الخارج الآن التحدي في أنك تعمل تقريب للمادة هذه تصنعها بكميات كبيرة وتبدأ تروح الفيلد وتطبقها هناك هذا هو التحدي دورنا على مصانع في المملكة على ساس نعون لنا المادة بكميات كبيرة الحمد لله لقلنا مصنع في الرياض أنتج المادة بكميات كبيرة وهنا هنا جاءت لحظة الحسم المفروض الآن ننطلق إلى منصة الحفر ونبدأ نطبق المادة وننتظر المشكلة لأن هذه المشكلة قد تحصل وقد ما تحصل وهنا جاني حاجز من نوع آخر أني ما أقدر أروح معهم لمنصة الحفر ليش؟ لأني امرأة منصات الحفر تختلف عن حوار موسيقى 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 اسمحوا لي أروح وعد أول ما ينزل الليل برجع قالوا أوكي موسيقى مع الفريق قاعد أدعي ربي أن المشكلة تحصل يعني أنا عارفة أن المشاكل دائما لا يدعي أنها تحصل ويعني تحصل قريب في النهار سبحان الله البير عندما نجي نتعامل معه تعاملنا معه نفس تعاملنا مع جسم الإنسان مؤشرات جسم الإنسان من الضغط وغيره نفس الشيء في البير فالمشكلة هذه عندما تحصل ينزل سبحان الله ضغط البير لأن الحفار يبدأ يتباطئ لأنه لا يوجد سائل هناك تشققات سأل يتباطئ الحفار فالمقياس هو الضغط الحمد لله بدأ الضغط ينزل فجاء الوقت الحين أن نضخ المادة ونجربها وقفنا حفر بدأنا نضخ المادة انتظرنا شوي وبدأنا نشغل الحفار وهنا كانت اللحظة الحاسمة وكانت أطول لحظات مرت علي في حياتي عيني على الضغط وأدعي ربي أن الضغط يرتفع وفعلا ونحن نسمع صوت الحفار بدأ يسترجع مرة ثانية نشاطه وبدأ الضغط يرتفع مرة ثانية وكانت هذه من أسعد اللحظات اللي عشتها في حياتي وتمنيت أن والدي اللي يرحم معايش عشان يشوفوا بنفسه أن هذا المجال ليس للرجال فقط رحلاتنا بعض الأحيان تفتح دروب لغيرنا ونحن ما ندري كل واحد فينا في القاعة هذه لها رحلتها الفريدة بعض الأحيان الرحلة تكون مستقيم خط مستقيم ناعم بعض الأحيان وغالبا الوصول للهدف يكون برحلة بخط متعرج فيه انخفاضات وارتفاعات ومليء بالعقبات والحواجز الآن ومع زمن الرؤية وزمن التغيير معظم هذه الحواجز لم تعد موجودة المتبقي من هذه الحواجز قد تكون وهمية أنت اللي صنعتها لنفسك أو مجتمعك هو اللي صنعها لك ما تستطيع تفعل بالحواجز هذه أتركي القرار لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر